على أكثر من صعيد تتواصل المشاورات المكثفة في العراق لبلورة تحالف الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة الجديدة وعلى ضوء ذلك أطلق رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مبادرة للتشاور مع الأطراف العراقية حول استمرار العملية السياسية في البلاد وإزالة العقبات التي تواجهها وفي إطار تلك المبادرة اجتمع كل من رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة بالنجف جنوبي العراق الصدر وبعيد الاجتماع مع كل من بارزاني والحلبوسي أطلق تغريدة على تويتر أبدى فيها تأكيده على تشكيل حكومة أغلبية وطنية مرحبا في الوقت نفسه بالحوار مع المعارضة الوطنية يأتي هذا في الوقت الذي اجتمع فيه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني في أربيل عاصمة إقليم كردستان وبحثا ملف تشكيل الحكومة العراقية والأجواء المحيطة به واختيار رئيس للجمهورية وفي سياق جهود قآني للتوافق بين الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول مرشح لرئاسة العراق أفادت مصادر أن بارزاني أبلغ قآني تمسكه بترشحه وشيار زيباري لرئاسة الجمهورية يأتي هذا التحرك قبل أسبوع من الجلسة النيابية المرتقبة في السابع من فبراير من أجل انتخاب رئيس للعراق وسط احتدام الخلاف بين الحزبين الكرديين وانتظار الموقف النهائي حيال تسمية المرشح لهذا المنصب ترجمة نانسي قنقر